اشتركوا في القناة من ناحية الطبية والفنية للمشاركة فيها المباراة القضية ومباراة البنك الاهلي ده خبر لجنة ادارة نادي الزمالك او اللجنة التي تزودين نادي الزمالك في الفترة الحالية رفضت تماما تماما البت في طلب الكولومبي خوان كالوس سوري ومدرب الزمالك بشأن تغيير الجهاز المعاون له ده او القرار ده ببقاء الجهاز المعاون عشان اللجنة الحالية زي ما قلت لكم قبل كده مش عايز تاخد اي قرارات حاسمة او جزرية في الفريق او في نادي الزمالك الا مع الانتخابات وانتخاب مجلس ادارة جديد فهم قالوله انتظر لما بعد 20 اكتوبر الجاري وبعد كده المجلس الجديد يشوف طلباتك وقراراتك بتغييرات تحصل في الجهاز المعاون وهي غالبا لما ايجي مجلس ادارة جديد للنادي الاهلي اكيد هو المجلس الجديد هيفكر في حاجة من الاتنين هل هيبكي على اسوريو اصلا ولا لا تاني حاجة لو ابقى على اسوريو هيفكر وساعدتها هل يوفق على طلبه بالابقاء على الجهاز المعاون ولا لا بس اصلا مستقبل اسوريو علي بعض الغموض هو نفسه الشخص نفسه مش الجهاز المعاون فده اللي هيكرره مجلس ادارة النادي الجديد بعد 20 اكتوبر الحالي بازن الله مصدر في نادي الزمالك قالينا ادارة النادي في الوقت الحالي بتدرس الاقتراح المقدم من محامي كهرباء في الساعات الماضية بسداد الغرامة الموقع عليه ولكن دون فائدة المصدر قال ان هناك كسام داخل ادارة نادي الزمالك ما بين الربض والقبول خاصة وان الفائدة تصل لما يقرب من 300 الف دولار المذاقل لنا انه حال الانتظار والتمسك به الفائدة لن يحصل الزمالك على المبلغ حليل ولكن سيتم الانتظار لفترة اطول في الوقت اللي بيحتاج فيه نادي الزمالك سيولة مالية دولارية لحل ازم تبقيد يعني هتاخد هتاخد الفلوس او غرامة كهرباء دون فوائد خدها دلوقت هتاخدها بالفوائد هتنتظر بعض الوقت ده واضح المفعوضات اللي بتحصل ما بين محامي كهرباء وما بين اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك في الوقت الحالي